اشتركوا في القناة 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 يجب أن يكون معجن لا تبقى فيه كل حبيبات هنا لدينا نفع حبت حلاوة التي أمزجتهم مع بعض دخلتهم من الفرن تحمسهم قليلا وحكيتهم بين يديهم من بعد أن نقيتهم تحاولوا أن نقعتهم في الأحجار تحاولوا أن نقعتهم جيدا من بعد أن حمرتهم حكيتهم بين يديهم ونفطتهم من العويدات وطحنتهم من طبيعة الحال هنا قمت بإضافة القرفة ونقعت الحرام نضيف الملح نضيف المهرز ونضيف المهرز يجب أن تحقونه هنا نضيف زعفران شعراء سوف نضيف ماء ازهر كما تلاحظون كماء ازهر وضعت فيه قليل من زعفران الشعراء وهنا لدي زبدة الزبدة لنضيفها إذا كانت عندكم زبدة حيوانية من الأفضل أنكم هني الدوبوا حتى يتغير اللون ديالها هنا عندي كيلو ربع ديال دقيق اللي غربلتها من قبل وغادي نضيف هاد النواشيف كاملين مع بعض يعني جنجلان مع كوكا والنافع وحبت حلاوة هنا عفوا مادم أنني مخلطان فغادي نوضع معلقة من كل يعني حاجة هنا مادم خلطان ووضع جوج معلقة كبيرة ديال القرفة أيضا وغادي نضير حكيكا ديال القوزة ما تكتروش القوزة ما يملك تعجبون نسمة ديال القوزة فممكن نضيف واحد نصحبة أنا ضفت هنا تقريبا ربع ما كاملش وغادي نضيف الخميرة الفورية عفوا الخميرة ديال الحلويات ضفت معلقة واحد شوية وضفت ديك المسكة الحرة مع شوية الملح وكننخدمو هاد العناصير كاملين بين يدينا بهات الشكل هذا يعني ضروري ما تديرو هاد المرحلة هادي يعني كتخدموه الدقيق مع القوى مزيان يعني كتضيفو غين نواشيف في الأول حتى كتخدموه مزيان بين يديكم وعد غادي ندوز باش نغرب له وهاد المرحلة مهمة ضروري ما تغرب له صراحة أنا من اللي بقيت كان نديرها صراحة وليت كان اعتمدها بالساف حيث هنا من اللي كتخلطو القوى نتخدموه بين يديكم راهو خدسا نطحنو القوى مجيدا ضروري ما كتزهق شي حبهكا شي فريسيتا هكا كتكون وهديك هي اللي كتقطع علينا العجين سواء من اللي كندوزو الجرارة ولا كندوزوها في أردي التوريق فمن اللي كنديرو هاد المرحلة هادي كننغرب له هاد المكونات كاملين يعني كنتخلصو من ذو كل حبيبات اللي تبقوا في الأخير وفي الأخير شوف شنو بقى يعني وخا طحنت القوى مزيان ولكن رضروري كدرشي حاجة من الأفضل انكم تغربلوهم هنا اضفت هذا ماء ظهر مع زافران الحر اللي ما عندو زافران الحر ممكن تستعملوا ديك الضويمة ديال زافران حتى هي كتقضي الغراض هنا امزجت مبين زيت الزيتون وزيت المائضة حتى عمرت الكاز وهنا غادي نعمر كاز ديالزبدة وخا زبدة ديال بوطت صراحة والله العظيم جات شباكيه شي شو جات مالكة المهم كان نخدموه بالمتوفر اللي كان في البيت ماشي ضروري أننا لما كانش زبدة حيوانية ما نديرو الشباكيه فلا كانت من الأفضل هنا دورت جمع القاتل ديال الخل وهنا دا بغدين بدأ نجمع العجين ديالي بهات السوائل يعني حتى نجمع العجين ديالنا ومن اللي كان شوفه العجين راه مازال خصوص السوائل سنعمر كأس ديال الماء يعني الماء عادي بنفس الكأس اللي عبرت به السوائل هو اللي عمرته بالماء وكننضيف الماء تدريجيا شوية بشوية يعني ما تضيفه وشو دفعة واحدة يعني سقدر ديكم العجينة خفيفة وتعدبكم في التشباك قد ضيفه شوية بشوية يعني حتى كتحصلوا على العجين اللي كيكون متماسك ومن الأفضل يكون قابض فراسوي يعني يكون قاسح شوية يعني ما تكونش عجينة مرخوفة كتعدفت بشباك صافي من بعد مما كيتجمع العجين كان نحاولوا ندلكه قدر المستطاع يعني كون مدلكت العجين ديالكم فالشباكي ديالكم غير جعبة وغير شعر بالعسل مزيان هنا من بعد مدلكت العجين كيف ما كتلاحظوك نقطع العجين ديالي يعني شكلت العجين بعدها أولا على شكل البودع ومن بعد بديت نقطع العجين إلى كويرات اللي تكونوا يعني متساوية هنا قطعت هذه الكيمية للعجين على ستة الكويرات نحاول نشكلوهم بهذا الشكل هذا ومن بعد سنوضع هذه الكويرات هادو في بلاستيكا ونخليهم يرتاحون مدة ديال نصف ساعة أو لا أكثر ونحتل ساعة ما شي مشكلة كون مخليطوا العجين ديالكم يعني رحم دياله ما فيهش الخميرة اللي غضيه العجين ديالكم يضاع هنا من بعد مدازت ساعة تقريباً غدا نبدأ نشكل هذا العجين كل كورة كنت طلقها بهذا الشكل هذا ومن الأفضل إلا طلقتوا على شكل مربع يعني يكون مقد هنا غدا نطويل العجين ديالي على شكل رغيفة نحاول يعني نستعب المتلك بهذا الشكل هذا ونضحها على الطول ونعاود نبسطها بالمدلك ونطويها مرة أخرى وهذا العملية هاد هي اللي كتخلي العجين ديالكم يعني كتخلي شبك يعفوان ديكم نجاعبه هاد طويات هادو بزاف يعني مزيانين حتى في آلة التوريق ممكن ندوزها غير مرة واحدة مشي تدوزها في واحد و جوج و ثلاثة و تبقى وغاديين كتخدلكم الوقت هاد العمليا هادي كتسهل عليكم الخدمة وقدوزها على الطوريق اي مرة وحدة يعني فالرقم اللي انتو ما بغيين السنك دياللشبكيو صافي هنا كيفما كتلاحظوا عاودت معاكم واحدة للتوضيح كنطوها المرة الأولى على شكلها غير وفي الثانية كنعود ونطوها مرة أخرى وهنا من بعد مشكلتهم كاملين دابا كل قطعة غادي نقطحها على ثلاثة دي القطع هكذا باش يجيونا صغارين قطع اللي هي رقيقة يعني مستطيرة في الحجم ودوز لنا في ألة توريغ غير في الوسط ما تشيش لنا مع الجوانب كيف ما كتلاحظوا من بعد وضعت الكل في بلاستيقة كيف ما كتلاحظوا وهنا دابا غا نهز قطعة بقطعة كان نطلقوها أولا بالمدلك على شكل مستطيل ومن بعد كان دوزها في ألة توريغ بهذا الشكل هذا أنا استعملت الرقم ثلاثة انتم ما ديروا الرقم اللي كتبغيه في شباكي ديالكم يعني بغيتوها رقيقة بززاف بغيتوها من دوسط بغيتوها غليطة صفي من بعد كان حيض هاد الجوانب هاد الزوائد وكان بدأ نقطع العجين ديالي الى مربعات كل مربع في خمسة ديال الأشريطة وتنقطع تنحسب واحد جوج 3 ربعة والخمسة كنقطع كنحيض هاد الزوائد هادو وكان وضعهم بلاستيقة من بعد نجمعهم كاملين وهنا كنهز كل مربع وتنبدأ نشكل شباكي ديالي تنهز شريط الأول كنهز ثالث ونهز ثالث ونهز بط الرابع ونهز الخامس نحطه فوق ثالث كيبقى لي جوج أشريطة في الأسفل تنلقيهم وتنقل بشباكي ديالي وتلقى هاد القنيتات تجوج كنلقيهم تنضغط عليهم وصفيها هاد شباكة واجدة صراحة كتجي سهلة وكتجي رائعة في المنظر هاد شباكة هاده صراحة كنعتمدها ما كان بغيش نغيرها نهائيا هاده المعتمدة عندي وكتبقى ديالة شباكة الأصلية يعني معظم الأخوات كيعتمدوها صراحة كتبقى سهلة وكتعطي واحد المنظر ديالة شباكية اللي هو جميل كيفما كتلاحظو كنعود معكم مرة أخرى لي التوضيح كنهزو واحدة ونهبطول تانية ونهزو تلتة فوق الأولى ونهبطول رابعة والخمسة فوق تلتة كيبقى وجش أشرطة في الأسفل تلاقيوهم فكنتمنى للفيديو يكون واضح فاسبق لي وحضرت معكم الشباكية وبالنفس الشباكة غير هي فيها اللوز يعني درت فيها كوكو تقريبا تقريبا يعني نفس طريقة فراني نزلتها العام الماضي كيفما كتلاحظو نفس طريقة كنقطعو الشريط ديالنا من بعد مما كندلكوه بالمدلك يعني كنبسطوه على شكل طولي كندوزو في الوراقة ومن بعد كنقطعو العجين ديالها إلى مربعات كلها مربع في خمسة ديال الشريطة وسنبدأو نشبقو الشباكية ديالنا بهذا شكل هذا كنتجي تشبيكات سهلة وفي نفس الوقت يعني منظر ديالها رائع والليدها خفيفة رضغية هاد الكيمية اللي وجدنا ممكن تساليها فوق تواجيز وإلا بغيتوا تطلقو يعني عدد ديال القيطة للعجين كتير وعادت بدو تشبيكو فكيبقلكم الاختيار هنا تشبيكات ثانية فلجتكم هادك صعيبة مهم هادك تشبيكات ثانية كان ناخدوا شريط ديال من بعد ما كان ندوز وفرقة تنحيد الجوانيب وتنقطعو حل خمسة ديال أشريطة وكان نوضعو شريط فوق شريط بهذا الشكل هذا يعني حتى نكونو خمسة ديال أشريطة ومن بعد كان نعبر بربع ديال الأصابيع وتنقطع هكذا بشتجين الشبكية قط قد هادك تشبيكة صراحة سهلة مهلة ولكن تنقرص العجين مع الجوانيب ومن بعد تنفكوها غرب بتسكين هكذا تلقعت لكومرا لا تستعمل لها دقيق لا تشي حاجة ضغية كتحل كيف ما تلاحظو يعني تنقرصوها مع الجوانيب تنوقفوها تنحاولو نحلوها بسكين وهذه تشبيكة تجي رائعة في المنظر وسهلة سهلة جدا غذي نعود نوري الكومرا أخرى تجي رائعة نتمنى أن نجربها وهذه هي الكيمية التي حصلت عليها من بعد شبكة العجين كامل يعني لا بأس بها كيلو وربع دقيق ما شاء الله فلنبغيت تضعفو الكمية كيف يبقى لكم نختير فمباشرة من بعد شبكة العجين سنقل الشبكية كن اخذ واحد المقلاء التي تكون غارقة ونضع فيها كيمية لا بأس بهذه الزيت تقريبا 1 لتر حتى 1 لتر ونصف هنا عندي طاول اللي سنوضع فيها العسل هذا العسل اللي حضرت معكم هني نزلت لكم الفيديو على القناة كنتم من تشاهدوه العسل اللي هو ناجح 100 ومضمون ويبقى لسق على شبكية مدة طويلة فانتم ما ستشوف الشبكية في نضيفها كاملة هنا عندي واحد الكسكاس اللي غادي نوضع فيه شبكية أكثر من العسل عندي جنجلة اللي محمرة ومنقي كيفما تلاحظو من بعد مما تخل الزيت نبقى نوضع شبكية كيفما تلاحظو شبكية ركا انفو كان نوضعها فكتنفخ وكتطلع الفوق يعني وليش شفتوها كتتحمر فنقصو من العافية يعني ما تخليوهاش مجهدها فمن الأفضل يعني تطيب على عافية تكون متوسطة يعني ما تتحمر الطيب مخطوفة وما تعطلش لكم عودة ثانية في ضياف يعني تكون العافية تكون متوسطة من الأفضل سنبدو نقلبوها مرة مرة كيفما تلاحظو بش طيب ملجيها تيمجوج كيفما تلاحظو كلها مجعبة مجرد ما تنفخ كذي يوليو فيها واحد الفقاعات وهنا من الذهبات في اللون يعني طابت كاملة كيفما تلاحظو اللون ديالها كله موحد كنقطروها من زيت مزيان ما نخليوش فيها زيت نهائيا ولي هدا استعملت أنا هاد شبيك هادي ومباشرة كنوضعوها في العسل صفي من بعد مما كيفما تلاحظو وضعت واحد الكيمياء أخرى كتقلة وهنا الأخرى كنخليوها تشرب العسل حتى كنطيب هاد القلية هادي يعني حتى كالدهب في اللون عادي كندوز باش نحيد هاد شبكي من العسل نوضح هاد صفايا هادي او هاد الكسكاس اللي استعملت أنا وكن خليوها تقطر باش للقاء صفايا ركت صفايا مزيان ضروري ما تستعملوا باش ما كي يهبط لكم الزيت في العسل وكي يضع لكم من بعد صفايا من بعد مما كتقطر ليا القلية الأولى تنوضح ها في واحد الغطار ولا في واحد الإناء وكن استفاها هاكده وكن ندردر زنجلان وكن نستمر بنفس الكيفية يعني نحيي القلية الأولى ونضع القلية الثانية والتي تقطرت من العسل كنوضح ها في طبصير وحتى نكمل الشباكية وهذه الشباكية من بعد كاملتها كاملة بالقلي كتجي كلها مجعبة كلها يعني شاربة العسل مزيان كيف ما تلاحظوا هذه شباكية عن قرب يعني كتجي كلها فقاعات كتجي كلها مجعبة وشاربة العسل كيف ما تشاهد عن قرب كتجي رائعة صراحة هنا أراها مزال سخونة هنا مباشرة من بعد كملتها بالقلي وهنا من بعد بردت تماما حتى اللغة تصورتها لكم كتجي مع عسله كتجي مع لك كيف ما تشاهد يعني الوين ديالها كي يجي رائع رائع كتجي مجعبة كيف ما تشاهد عن قرب وهنا غدي نقطع معكم وحيدة باش تشوفوا تعليق ديالها والعسل كيف شقبض فيها كتجي مع الكو كتجي شيشة يعني كتدوب في الفون في الحقيقة جات وعرة صدقوني والله العظيم تجي تغزالة وتشبك ديالها رهي سهلة مهم في الاخير كنحصل لشبكية اللي من أرواح ما يكون فكنتمنى تكون أعجب ديركم إلا عجبتكم هاتش فكيدي حاولوا تشاركوها مع الأهل والأحباب والأصدقاء باشتعمل فائدة وما تنسونيش أخواني أخواتي من لايكة ديركم تعالق فضلا وليس أمرا حتى هنا غدين ودعكم لكم السلام عليكم إلى فيديو قادم مع وصفة جديدة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحبته